يسأل يقول ما حكم الشخص الذي عنده مقدرة ولم يضحي و ماذا عليه الآن يا علي بارك الله فيك بالنسبة لهذا راجع إلى بيان حكم الأضحية والأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة و ليست بفريضة واجبة هذا هو الراجح و هذا المعتمد الآن في جميع دور الفتوى في العالم الإسلامي فيما يظهر فيما يظهر يفتون بأن العمرأة في أن عفوا أن الأضحية سنة بارك الله فيك و لذلك من كان عنده قدرة و لم يضحي فقد ترك سنة مؤكدة و فوت على نفسه أجرا عظيما أما الآن انتهى وقت الذبح يعني لو الآن قال بعض الناس ندم قال أريد أن أضحي الآن نقول لا خلاص لماذا لأن الأضاحي لها وقت و هي أربعة أيام يوم العيد و أيام التشريق الثلاثة و في من الفقه من يذهب إلى أن يوم العيد و اليوم الأول و الثاني من أيام التشريق لكن الراجح الأول أن أربعة أيام الآن نحن انتهينا من أيام التشريق خلاص خرجت أيام التشريق انتهى وقت الذبح انتهى وقت الذبح لكن المستقبل لا يفوت الأجر على نفسه و هذه شعيرة من الشعائر و تعظيم هذه الشعيرة مما أمر الله عز وجل به قال سبحانه ذلك و من يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه قال جل و على ذلك و من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب و ليس هناك عمل أفضل من إراقة الدم في يوم العيد و أيام الذبح لأيام التشريق الثلاث عموما بارك الله فيك انتبه مستقبلا و يحرص على هذه الشعيرة